اشتركوا في القناة وقوات الدعم السريع أصفرت عن سقوط مئات الشهداء وألاف الجرحة وتضفق عشرات الألاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين إلى دول الجوار فراراً من جحيم هذه المعارك وبحثاً عن غزاء شح وارتفعت أثمانه ودواء مفقود ومستشفيات لم تزل تعمل بالرغم من شبح انهيار النظام الصحي برمته ثلاثة وعشرون يوماً من المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم وأربع سنوات قبلها منذ إبريل عام 2019 من التناحر السياسي الذي حال دون التوصل إلى آليات انتقالية مناسبة متفق عليها تسمح بتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والإزدهار على الرغم من تعدد المساعي المبزولة عربياً وإفريقياً ودولياً لتوفيق وجهات النظر وقد أطلقت مناشدة في 19 إبريل الماضي لوقف إطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة وذلك في بيان إنساني خالص ومع الأسف لم تنجح المناشدات ولا الهدن السبع المتتالية حتى الآن في حقن الدماء ووقف المعارك وسمحت بصعوبة بالغة في فتح ممرات إنسانية لنزوح عشرات الألاف من السودانيين وعمليات إجلاء للرعاية العرب والأجانب قامت بها مشكورة دول عربية عديدة بالتعاون مع السلطات السودانية المختصة لقد شاركت الجامعة العربية في اجتماعات مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للمناقشة الأزمة السودانية يوم 20 إبريل وأيضا يوم 2 مايو وهي منظمات ينتمي إليها السودان ومعنية كذلك بالمساهمة في معالجة أوضاع وأكدت الجامعة العربية في هذه الاجتماعات على الموقف العربي الذي عبر عنه بيان مجلس الجامعة وقرارها في هذا الخصوص ويجري التنسيق مع هذه المنظمات حاليا بحيث تتناغم المبادرات المختلفة وتصب في مصلحة السودان ووحدته واستعادة الاستقرار فيه وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة سحب أطقم منظماتها الإنسانية العاملة في السودان عقد وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعين طارئين في الأول من مايو الجاري لتنسيق جهودهم الرامية لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور وتمكين الجهات السودانية الوطنية وجمعية الهلال الأحمر السودانية من القيام بمسؤولياتها الصعبة والتنسيق مع الاتحادات الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لضمان وصول المساعدات الطبية والغزائية اللازمة السادة الوزراء رؤسائل ورؤساء الوفود إن المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جده يوم أمس 6 مايو للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تستحق فعلا من الدعم وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداهي والانخراط الجدية في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الإنهاء ويصون سيادته كما أرى أنه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول بفعل التدخلات أو حتى بدونها إلى جولة أولى في حرب تقصر السودان إلى الأقديمة من الأحيان وتجرى منه ساحة للمعارك تهدد أموده وسيادته ووحدة الإقليمية معارك سبقاً رعيناها ولازلنا نعاني من نتائها الوخيمة بل والكارثية في بعض دولنا العربية إن التواصلنا لن يتوقف مع الحكومة السودانية ومع الطيرات السياسية السودانية الرئيسية سواء القوى المدنية الموقع على الانتفاق الإطاري أو التحالف الحرية والتغيير الكفة الدموقراطية أو جبهات أخرى مختلفة واتفقت المطالب المرفوعة من هذه القوى السياسية الاختلافية على دعوة الجماعة العربية للتحرك بشورة معجلة لوقف الاقتتالي وتأكيد ربها للتدخلات الخارجية ودعمها لعملية سياسية شاملة متوافق عليها وتعودها لتقديم دعم عربي معاجل بمواجهة الكارثة الإنسانية ومن الجيد أن مشروع القرار المطروح على المجلس قد تضمن كل هذه الأمور سادة وزارات الخارجية لما السودان اليوم في مفترقة ترغم وكل إثقة لأن الدول العربية لن تتدخر وسعا لمساعدتهم على مواجهة تحدياتهم الصعبة بالعبور من المستقبل الأفضل استحقوا أهل الكرام ومساعدتهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا